بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو مثل ما تعودنا عبارة عن إنتردكشن للجي اي تي اللي هو الجاستور انتستاينال تريكت اناتومي يعني مثل ما تعودنا دايما نحن نقوم بعمل فيديو إنتردكشن في بداية كل موديول وطبعا هذا بناء على مقترحتكم وآراءكم الإيجابية للتسهيل بالنسبة لكل موديول عشان لو له تكات معينة او إرشادات معينة نحاول ان نعمل لها كافر ونحاول ان شاء الله نسهل عليكم قدر مستطاع الحياة بداية هو موديول الجاستور هو موديول تقيل شوية يعني طويل شوية محتاج كسيم للفهم محتاج مجهود شوية فان شاء الله من خلال هذا الفيديو عاوزين نعرف ايه هي العقبات اللي ممكن تقابلنا وازاي ان شاء الله نتغلب عليها قدر المستطاع طبعا ده بناء على قوة إرادتكم وعازمتكم واستمراريتكم ومجهودكم طبعا يعني هو ده اللي في الأصل طبعا أهم حاجة بداية يعني على المستوى الشخصي بالنسبة لي أنا موديول الجاستور دوت له إقاع معين في نفسي وأحداث معينة متزامنة معي أحب أقول لكم عليها هذه السنة اللي فاتت أنا سجلت جميع محاضرات الجنرال اناتومي والجنرال امبيرولوجي والاندوكراين سيستم الريبروداكتف سيستم واليوريناي سيستم وبصراحة تعبت جدا وكنت ناوي فعلا أنا أأجل تسجيل محاضرات الجي اي تي موديول للسنة اللي بعدها اللي هو السنة اللي هو السنة اللي حصل طبعا أنا الفضل هي كنت مشغول فيها جدا إلى جانب تسجيل محاضرات وشغل الكلية كنت طبعا مشغول جدا الحقيقة بتجهيز أورائي وأبحاثي اللي هي خاصة بترقية درجة أستاذ والحقيقة ربنا أكرم واترقيت إلى درجة أستاذ قبل ما يبدأ موديول جي اي تي وبناء عليه أنا نويت أن أنا أعمل فيديوهات جي اي تي دات وأسجلها ويمكن هذا أكبر شكر لربنا أن الحمدلله ربنا سهل لي الأمور ويمكن هذا درس مستفاد أنا أقوله نفسي أولا وأقولكم ثانيا أن اللي عاوز ربنا يسهله يحاول يساعد الآخرين قدر المستطاع يحاول يعمل عليه يعمل حاجة لوجه الله حتلاقي ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يسر لك الحاجة يمكن أنا حتى جاري تعليقات كتير جدا في أول فيديو نزلته في جي اي تي اللي هو بتاع الأورال كافيتي جاري تعليقات جدا سواء على الواتساب أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك من كنت التعليقات اللي جاتلي أنا دخلت أشوف الفيديو تاني أشوف بدايته هو في إيه؟ أنا سجلت حاجة غلط أو قلت حاجة غلط أو إيه؟ اتضح أن أنا في بداية أول فيديو كنت بقول في الإنترو بتاعته اللي هو إيه؟ ويبدو أن أنا دحكت فيها بصورة إن فولانتري خلي بالكم إن فولانتري فلاقيت كل العمال داخلي قلت تعليقات عليها وكده فإن شاء الله طبعا طريقة كلية بتاعتنا يعني هو أعتبر طويل شوية بس عاوز أقول لك هي الحياة ما بتقفش أنت ديش ذلك كدكتور وتفرد التخصص بتاعك داخل الكلية أو خارج الكلية الحياة بتقفش أنت بتترقى وبتذاكر وإحنا حتى الآن أهوت إحنا زنا زيكم لسا بنمتحن ويمكن حتى في حاجة اسمها اللي هو الامتحان بتاع درس الحياة على بعضها ده أعتبر امتحان بالنسبة لنا العلمة هيش ناحية دراسية بس أو سرك وظيفي أو بس لا الحياة شغالة انت بتكتهد بتذاكر فيه جريتز معنا من الاساسم مش حقوقها متحان متحان من الاساسمنت بتتدرك في سركك الوظيفي وبنا يوفقكم كلكم إن شاء الله نتخل بقى في الموضوع اللي هو الجي اي تي الحقيقة أنا عاوز أقول طبعا السوابت أنا مش عايتها تاني في الفيديو اللي بحاولنا في كل فيديو أستكمل فيه البوينتس اللي هي اللي أنا كنت ناسي أقولها في الفيديوهات اللي قبل كده إلى جانب البوينتس اللي هي سبيسيفيك لهذا الموضوع طبعا بالنسبة لمصادر تحضير المحاضرات مصادر المذاكرة وكل ده أنا قلتها قبل كده فمش عايتها تاني أريد أن نعرف إياه العقبات الموجودة في هذا الموضوع وإزاي نتغلب عليها أول عقبة تقابيني هي إن الموضوع فعلا طويل شوية نتغلب عليها إزاي أنا رأي يا جماعة إن ما ينفعش إن أنت تأجل ولا ربع محاضرة فيه أنا أريد أن تبدأ من البداية أول بول تبدأ تذاكر ومع كل المحاضرة تأخذ رفيو سريع على المحاضرة اللي قبلها تحاول تربط الدنيا ببعضها عشان لو سبت محاضرة والتانية والتالتة ستجد الدنيا كلها اتراكمت عليك ستحس بشيء من الملو دي أول حاجة الثاني عقبة عندي في المجول ده هي مشكلة أيتم يعني إلى حد ما هو جديد شوية علينا حاجة اسمها ريليشنز سنأخذ الديودينام لكل جزء فيه سوبيو وإنفيرو وميديا الولاترال الليفر لغ ريليشنز الانتستين لها ريليشنز وهكذا نتغلب عليها إزاي؟ نتغلب عليها ممكن أنا ستطلقكم في فيديوهات كمية من الدياجرامز المبسطة فوق ما تتخيلوا ثانية مرحلة الربط أجزاء المنج ببعضها يعني مثلا مثلا أما أقول لك مثلا الليستومك قدامها الليفر إذا ما حدث الليفر سيبقى مينة بديتدلو من جزء معين مثلا وهكذا يعني أعرض أن كل أورجن يخدم الثاني فحاول أن تربط الأجزاء ببعضها ما ينفعش أنت ستذكر لي جزء سيبقت وتضعه كده وخلاص وانتهينا لا كل جزء يخدم الجزء اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه ولذلك يفضل أن نمشي في فيديوهاتنا بالترتيب النقطة الثالثة العقبة الثالثة اللي بتقابلنا في المدول الطويل وهو أنسيان طبعا بننسى أنا قلت بكده نحن كلنا بشر وكلنا بننسى طبعا كيف نتغلب عن هذه النقطة؟ يا جماعة باي الإعادة والتكرار وربط أجزاء المنج ببعضها ما ينفعش أكتواتي تذكر لي في المحاضرة الأولى وصلت المحاضرة العشرة وستة اللي قبلهم طبعا أكيد ستنسى لازم تعمل ريفيو سريع ومن خلاله تبص على الصور تحاول ترسم دهجرام مبسط بإيدك ليس لازم تصور ممتين كلاس قوي لا ممكن تصور مبسطة ولكن ستذكرت بالموضوع تحاول تحل أسئلة وهكذا النقطة الرابعة نوع الموديول ده فعلا يعني التخيل فيه صعب شوية كيف نتغلب على النقطة ديت؟ عن طريق بصراحة ستلاحظ في محاضراتي أن أحب دائما أن الأم والتراجب هو كثيرا من الصور قليلا من الكلام فأنت لا ستفهم كويس إلا بالتخيل الجيد وعشان تتخيل كويس أما ترى أي دائجرام ستلاحظه في رسوماتي سأضع لك الاسكيل دائجرام الأول على اليمين أو في أي حتة معينة سأقول لك هنا سوبير هنا ميديا أو الدائجرام عن هوريزينتل سيكشن الدائجرام عن انتير فيو الدائجرام سأرى كذا إذن التخيل والفهم بتاع الكيس بتاع الدائجرام مهمة جدا إلى إضافة أنت ترى المفروض عدد كبير جدا من الدائجرام سأرى منها موجودة في أي تيكست بوك لإحترامه طبعا موجودة في أي صورة على النت أنصق لا يوجد مشاكل خالص النقطة بعد ذلك سأقابلنا أجزاء معينة من المنهج فيها بوني أتاتشمنت بالذات منطقة الإنفرتيمبر إلى حد ما الأورال كافتي ولذلك أنا أعمل لكم فيديوهات معينة فيها أوستيولوجي وشارح فيها مثلا الماندبل شايف فيها أجزاء معينة من السكال فالأجزاء لازم نهضمها كويس جدا قبل ما نبدأ نذاكر الجزء النظري اللي هو related لها الحقيقة هناك كثير جدا يسألني أعمل سكين شوتس أنت مسامح يا سيدي أنا مسامح تماما طلعا ونزلك الفيديو عاوز تعمله سكين شوتس من هنا البكرة أعمل اللي أنت عاوزه أنا يا جماعة الغرض الأول والأخير من هذه الفيديوهات هو مساعدتكم حاجة لوجه الله حاجة يكون فيها علم ينتفع به إن شاء الله فسيادتك أعمل كما تعاوز سكين شوتس فوريو كما تعاوز أعمل خذ راحتك المهمة في النهاية أنت تذاكر وتكون حصلت المادة العلمية بصورة كويسة إن شاء الله الحقيقة كثير جدا يسألني مصدر المذاكر أنا كما قلت فعلا ذاكر من أي مصدر تكون تفهم منه خلاص أي مصدر تفهم منه قد يكون فيه نقطة أزيد مكريكلا بتاعتك طالب الطب في أي كلية على مستوى جمهورة مصر العربية المصدر ممكن يكون فيه أزيد سنة والله يعرف لك أنت من وجهة نظر المحاضر كما قلته قبل كده ومضطر أن أعيده تاني ممكن يكون فيها حاجة لا يوجد مشاكل خالص هاول تعاوضها ممكن يكون المحاضر أنا أو غيري عنده أي زلفة لسان مستيك كلنا ممكن بنغلط وأنا في بعض الفيديوهات لو حاجة فيها فلتة صغيرة أو حاجة أنا بحاول أضعها في أول كومنت من الكومنتات اللي على الفيديو خلاص بدل معي تسجيله كله من تاني قد يحدث خلاص فالنقطة دي أنا بأكد عليها يعني فسيادتك زاكر من المصدر اللي أنت بتستريح له سواء كانت مجموعة الإصدارات بتاعتي أو غيرها بالنسبة لإصداراتي أنا في الجي اي تي أدع منزل كتاب جي اي تي أنا لسه مجدده السنة دي يعني بزلت فيه جهد فوق ما تتخيله طبعته طباعة فاخرة كلها ألوان وعلى ورق جيد جدا بحيث أنه يفتح نفسنا للمذاكر ده بالنسبة لكتاب التكست اللي هو الشرح عملت لكم اللي هو برضو كتاب لسه مجدده السنة دي اللي هو بتاع اللي هو الملتوبت شويس كوتشنز والحقيقة أنا جمعت فيه كل ما يخطر على بالكم من الملتوبت شويس كوتشنز اي هوب ان انا اكون عملت الكافر للمانا بكله from A to Z ويروع في الحزبان القاتي طبعا برضو سيادتك تبدأ تحل اسئلة من whatever المصدر اللي انت عاوز تذكر منه ابحث وشوف it's good لانها في كتير جدا بيبعتوا لي اسئلة مش عارفينها اسئلة اناها بصعب فيها اسئلة انا ما عارفش اجابتها اسئلة غريبة جدا اسئلة ممكن يكون منطقها غلط خلي بالكم ان المصدر يتلاك منه اسئلة لازم يكون updated الجديد دلوقت يا جماعة ان الاسئلة الملتوبت شويس بتكون على هيئة يقمن سؤال تبدأ what is or why او تكون على شكل clinical scenario ويمكن ان الكلام ده انا موفيت جدا في كتاب اللي هو short questions بتاع GIT و الى جانب كده انا شايف فرضو ان في بعض اسئلة وصير مختلفة ابتدأ حطها مثل ايه مثلا اللي فيها كلمة accept ماشي انا قللت منها قد المستطاع لانها اقل incidence بس هي بتوفيلي نقط معينة للفهم فانا اريد الكتاب يفيدنا في الفهم وفيه تحصيل المادة الى جانب ان هو يفيدنا فيه الامتحان وطبع زي ما قلت انا حطت في نهاية كل شابتر جزء معايم الاسئلة بسميه high level question هو ده اللي في الغالب بيكون على هيئة clinical scenario او المستوى بتاعه عالي شوية علشان بروحنا بنذاكر من فشأة توصلك سؤال صعب قوي من البداية لا يبقى المذاكر بتاعتنا بالتدريج بجمع من ثاني الاصدارات بتاعتي يا بقى الكتاب بتاع التكسبوك الشرح كتاب multiple choice questions الى جانب اعمل لكم برضه كتاب لسه اول مرة انزله السنة دي هو كتاب practical الحاجة معلكم فيه كمية من الصور فوق ما تتخيلوا وبقى تشاوى على جزء معين لما ليس كده فوق ما تتخيلوا فوق ما تتخيلوا وبقى تجيب عليه سؤال لو كتاب معينة انا حطرتها في بداية جميع كتب practical اللي نزلها السنة دي بقولك ان الكتب دي ممكن تستخدم multiple choice questions يعني ممكن يتشاوى لك على جزء معين على الصورة ويجيب لك يئمن اختيارات يئمن يجيب لك على سؤال وتكتبه الإجابة فرانكلي او ان انت مينجن ما بين ده فانا حاولت ان طريقة وضع الاسئلة تناسب الكل وعلى فكرة الطريقة المحطوط بها الاسئلة في هذا الكتاب يتعتبر هاي ريفل شوية يعني اللي هيعفل يجاوبها سيبقى من السهل جدا ان هو يجاوب بصورة فانكلي لو جالك الامتحان multiple choice اختيارات متعددة اللي هو الpractical طبعا كل كلية ولها انظامها في وضع الاسئلة انا اما بعمل عمى زي ده بحاول ان هو يوفي جميع الاسبكتس طب يبقى عندي يا جماعة فيه الحقيقة نقطة معينة كل فيديو انترو اللي بدأت كله مجيول ابقى ناوي قولها وبعين انسى لا يبقى انترو في الورقة اللي انا بقول منها وهو ازاي انا ابحث عن فيديو معين على التشانل اللي انا اعملها على اليوتيوب اولا يا جماعة التشانل دي هي عن التشانل فري انا بأكد فري انا اعملها علشان علمه ينتفع به ان شاء الله يعني ان شاء الله على مدار حياة الواحد ومات الواحد يبقى حاجة موجودة يكون منها فايدة بإذن الله ان شاء الله ازاي نبحث انت سيادتك على اليوتيوب لو كتبت دكتور ايمان اناتومي او دكتور ايمان اناتومي تيتشينج او اناتومي تيتشينج ايمان خنفور سيجيلك اللي هو التشانل ديت طيب من التشانل ستختار منها من فوق خالص حاجة اسمها بلاي لست البلاي لست سيجيلك عدد كبير من البلاي لست مطلخبطش بينها انا الحقيقة بقى اجتهد حاليا بعمل طريقتين للتنظيم في القناة دي البلاي لست موجودة في الاول دي ليش الحق ان انا مش ممكن اعطي اليوتيوب ان انا اعدلها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وده اللي انا كنت عاوزة اعمله والحقيقة بمساعدتكم اعرفت من واحد فيكم انا بطبع مش متذكر اسمه ان في حاجة ايتم تحتية حاجة اسمها ملطبول بلاي لست هي دي اللي انا من حقي انا اعرف ارقم فيها وده اللي انا بسع فيه دلوقتي احاول اعادله دلوقتي ان انا اعادلهم بالترقيم وارتبهم ان يبقى واحد مثلا جنرال اناتومي رقم اثنين رقم اثنين رقم ثلاثة أربعة خمسة كارديو فاسكولور ستة انا جاري التعديل بادي ما تفقش معنا بشي انا بديك الفكرة سيادتي ستختاري البلاي لست احيانا في بعض الموديولز انا بعملها اكتر من بلاي لست وبحط في الاسم بتاعها بصورة واضحة جدا ايه المقصود بالبلاي لست على سبيل مثال لو قدت مثل حاجة مثل الابا لمب انا اعمل حاجة اسمها الابا لمب اللي هو محضرات و ستجد لديك قرية بلاي لست ابرلمب استيولوجي و ستجد لديك واحد الزلتة ابرلمب موديلز اللي هو الموديلز اللي بقصه وشكله واسم عليه وارشح عليه وانا بسعى اعمل اللي هو جيد رابع ابرلمب براكتكال انا في المخطط بتاعي ان شاء الله مستقبلا ان انا اعمل تسجيل عملي لايف على الوالكاديفرز ان اشرح فيها العملي بتاع كل موديول سبت لوحده ده احطه كاخر بلاي لست فهم فضلك انت بقى تنقي اللي هو البيلست اللي ياته نسبك لو حاجة فيها استيولوجي مفهوم ازاكي الاستيولوجي دوت الخاص بالمحاضرة الفلانية قبل ما نشوف المحاضرة ذات نفسها بالمناسبة برضو الكتب انا احب اقول لكم ان كتبي متوفرة بصورة مجانية لدى مكتب رعاية الشباب اللي هو الغير قادر او اللي هو مسجل اسمه طبعا عاية الشباب مفيش مشاكل خالص وهي بالفعل انا وديت عدد من الكتب هناك اللي ممكن الحب يستلم هناك اهلا وسهلا مفيش اي مشاكل خالص وانا جاهز لاي عدد مفيش مشاكل خالص انا بكون مرتاح نفسيا وانا بعمل هذا العمل ده اقل مساعدة انا بقولها ممكن اساعد بيها ولو في اي وسيلة تانية للمساعدة انا جاهز مفيش اي مشاكل خالص اتمنى ان اكون اوصلتكم اللي هو الفكر اللي عندي وبأكد عليكم يا جماعة واحنا بنذاكر زي بقول دايما وبعيد لازم قدامك يكون فيه هدف بنسعى له خلاص دايما تفادى وتجنب اي نيجاتيف انرجي تفادى اي نيجاتيف انرجي ما تسمعش كلام يطلعك من شعورك يكسر اللي هو القوة بفعل عندك لا زاكر ومن جدة وجد بقرارة تانى فعلا من جدة وجد دايما البست وثق ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله مش هيدايعلك تعب في نهاية الفيديو احب اقول لكم انا متواصل معكم دايما واي مقترحات جديدة من عناية الاثنين اي اراءة جديدة اهلا وسهلا اي اسئلة اهلا وسهلا ات اني تايم انا بحاول ارد على كل الاسئلة على اي وسيلة من قنوات التواصل Chancellor ونشوفكم على خير وربنا يفرح بكم نسمع عنكم كل خير وكل سلام انا mierda and Happy dreams مع GIT.Module ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا